أهلا بكم والبداية من التطورات في الضفة الغربية حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل استشهاد شابين أعز الدين حمامرة وأمجد أخليلة من جراء صابتهم برصاص قوات الاحتلال جنوبي مدينة جنين دلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها موقع مستوطنة ترسل المخلات وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع حيث أطلقت النار على مركبة الشهيدين كما استشهد الشاب يزن الجعبري متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفردان غربية جنين وللمزيد معنا من نابلس مراسلنا فادي العصا فادي إذن تفاصيل ما حدث وملابسات استشهاد ثلاثة فلسطينيين عقب اقتحام الاحتلال جنوبي جنين صرمت جيش الاحتلال يبدو أنه طارد وفق المعلومات المحلية المتوفرة مركبة كان يستقلها الشابين عز الدين حمامرة ثلاثة وعشرون عاما وأمجد خليلية اثنان وعشرون عاما أثناء تواجدهما في مركبة قرب بلدتهما جبع جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة كانت تندلع مواجهات في محيط أحدى المستوطنات المخلى المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين مخلى من المستوطنين وأطلق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى إصابة أحد الشبان يبدو عندما تم نقله في محاولة لإسعافه في أحد المركبات قام جيش الاحتلال مباشرة بمطاردة مركبة من المركبات زعم أنه تعرض إطلاق نار في المكان وعندما طارد هذه المركبة ووصولها عند منطقة القرية الفندقومية قرب بلدة جبع أطلق الرصاص على المركبة ويبدو أنه قتل الشابين حمامرة وخليلية وقال جيش الاحتلال في بيان له قبل قليل أنه صادر من هذه المركبة سلاح من نوع M16 بعد تفتيش هذه المركبة وترك الشابين ينزفان قبل نقلهما إلى أحد مستشفيات محافظة جنين وأعلانت وزارة الصحة بشكل رسمي عن استشهادهما متأثرين بجراحهما أثناء تواجدهما في هذه المركبة أيضا كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد الشاب يزن الجعبري 19 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل قرابة أسبوعين عندما داهم جيش الاحتلال منطقة كفردان في محافظة جنين وهدم منزل شهدين نفذ عملية ضد جيش الاحتلال قبل عدة أسابيع وكان أصيب الشاب الجعبري برصاصة أدت إلى وصوله إلى المستشفى بحالة حرجة وأعلن عن استشهاده ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى ثلاثة شهداء اليوم في جنين وتحديدا في منطقة جبع ومنطقة اليامون ويرتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بداية هذا الشهر سرمد إلى سبعة شهداء واثنين عشر شهيدا منذ بداية العام في أرجاء الضفة الغربية من نابلس مراسلنا فادي العصى شكرا جزيلا لك